بسم الله الرحمن الرحيم تعالى نفتكر مع بعض كده لما كنا بنعمل أدر يجمع 8 بيت مع 8 بيت كنا بنعمل ايه كنا بنروح نجيب 8 full others ونبدأ ناخد carry out بتاع الأدر اللي قبله بعد كده أدخله carry in للأدر اللي بعده وهكذا فكان ده بيبقى شكل عندي الأدر ودائرة الفول أدر من جوه كانت بتبقى عبارة عن إن أنا عندي 2x or واثنين and وor وبوصلهم مع بعض بحيث إن هما يشكلوا لي الأدر بتاعي وكنت ممكن بدل ما استخدم 8 full others لأنا كنت ممكن أستخدم 7 full others وأستخدم الأولاني half other بحيث إن أنا ما عنديش carry يدخله فأنا لو قلت لك اعملي الكلام ده بالverilog فأنت هتقول لي الحل الأولاني إن إحنا خلاص هنبدأ قادي معادلة الصم وقادي معادلة carry فأنا هروح أعرف 8 modules وال8 modules أكتب فيهم المعادلات دي فهقولك طبعا إن ده مش حل كويس لإن أنا عندي 64 bit أو 28 bit أو أي إن كان هل إنت هتعرف 64 module عشان تجمع الرقم فهتقول لي خلاص الحل ده مش كويس فأنا هقوم رايح معرف module 1 أسميه full other ولي أكون هسميه fa اختصار full other و أخلي الموديول ده بياخد A والB والcarry in وبعد كده أخلي output بتاعه هو الصم والcarry out ودخل معادلات دول أعملهم assignment وبعد كده أقوم رايح مكرر آآ الكود عامل instances منه واخد لو أنا عايز أجمع 8 bit فأنا هاخد آآ 8 instances منه لو أنا عايز أعمل 64 bit فده هاخد منه 64 instances وأشغالهم مع بعض وأبدأ أخد الكري out من جل قدر ودخله carry int للي بعده فده كلام صحيح ولكنه برضو مش ده اللي احنا عايزين نعمله اللي احنا عايزين نعمله للحل الأولاني ولا الحل التاني احنا عايزين نعمل حل تالت ايه هو؟ بدل معرف الكلام ده بالstructure ده لأ أنا هكتبه behavioral أنا هبدأ أعمل A هقول إن أنا عايز أجمع 8 bit مع 8 bit فخلاص هقوم معرف A و B والA والB دول عبارة عن vectors ثمانية bit فهيبقى من سبعة لزيرو ولو هقول إن الأوتبوت بتاعي مثلا هسميه Y أو أي إن كان أنت عايز تسمي Y تسمي S اللي يعجبك هعرفه برضو تمانية bit وهي بكل بساطة قوله إن ال Y بيساوي A زائد B بس كده أنا عملت الكلام ده في الآخر لما جا نزل الكود ده على FPGA مثلا فهو في الآخر هيحوله ال gates بس أنا كده ما كتبتش الكود بال structure ده لأ أنا عرفت مثلا vectors وبعد كده قلت له إجمع لي vectors فهو هيجمعهم ويحط القيمة في Y فكده أنا خلصت اللي أنا عايز أعمله فده الكلام اللي إحنا عايزين نعمله عايزين نعرف موديول نسميه مثلا unsigned A 8 اللي هو يعمل unsigned addition ل 8 bit والإنبوتس بتاعتي هم ال A وال B وهعرفهم على أنهم vectors والأوتبوت بتاعها سمي Y وهعمل assignment ال Y بيساوي A زائد B بكل بساطة فتعال نعمل الكلام ده نضيف فايل الجديد هنا ونسميه unsigned A 8 ونعمل الامتداد بتاعه Verilog ونبدأ نعرف الموديول بتاعنا ونسميه unsigned A 8 والإنبوتس بتاعتي هي A والB والأوتبوت على نسمي Y ونعمل int للموديول ده وبعد كده نبدأ نعرفه إن الإنبوتس بتاعتنا هم A والB وإن الأوتبوت هو Y وبعد كده قم جاي عامل assign للY إن هي بيساوي A زائد B كده أنا خلاص عرفت الموديول بتاعي ولكن هنا احنا اغلطنا غلطة كبيرة إيه هي إن إحنا ما قلنا لوش size بتاع الفيكتور ده فلو أنا عايز أجمع 8 bit كل أنا هعمله وقايله إن size بتاع الإنبوت من 7 إلى 0 والsize بتاع الأوتبوت من 7 إلى 0 الكود ده طبعا لو أنا عايز أخليه يجمع 64 bit كل أنا هجي أعمله إن أنا أخلي دي 63 ودي 63 وبالتالي هو كده هيجمع 64 bit فكده الكود سهل وسهل إن أنا أعدل فيه كمات بس إحنا هنا مهتمين ب8 bit بس فده هيكون الشكل النهائي للكود بتاعي طيب بعد ما عملنا الكود فإحنا بعد كده بنأغوز نعمله compile شان نشوف هل فيه أخطاء كده الكود حصل له compilation successful الخطوة اللي بعد كده إن إحنا كنا بنبقى عايزين نعمل simulation للكود ده عايزين نكتب له test bench بحيث إن إحنا نشوف هل الكود ده شغال بشكل صحيح أو لا فكنا بنجي نعرف موديول تاني هنسميه مثلا unsigned add 8 underscore dot device under control وبعد كده نعمل end للموديول وهنعرف ال a وال b وال y فيه فهنيجي هنا نعرف ال a وال b على إنهم registers وهنيجي نعرف هنا ال a على إنها وير كنت بعرف ال an inputs على إنها registers لو أنا هديها قيم في ال initial هعمل لها assignment في ال initial فكنت باجي هنا قم عامل initial وبعد كده initial دي قلنا هيكون عندي أكتر من test case فيها فقم بعامل begin وبعد ما بخلص بقم dice end وهنا بقم كاتب test cases بتاعتي وبعد كده باخد instance من الموديول ده وليكن هسميه add 8 وبعد كده هقوم باعتله ال a وال b وال y وهنا مفروض اكتب test cases بس عشان وقت الفيديو تعالى ناخد test cases copy على طول فهنا عرفت الموديول وديته الاسم وبعد كده عرفت ال in puts وال out puts وجوه ال initial begin بكتب test cases وبعد كده هاخد instance أنا هنا سميتها add والكود ده احنا قلنا انه بكتبه في initial begin لو انا عايز اعرض trust table بتاعي فانا فانا هنا هاعرض آآ رقم binary زائد رقم binary بيساوي رقم binary وبعد له ال a وال b وال y يعني بقول له اعرض لي ال a على انها binary واعرض لي ال b على انها binary واعرض لي ال y على انها binary وبعد كده بعمل tab وبعد كده بقول له backslash آآ او modelos d زائد modelos d بيساوي modelos d وديته ال a وال b وال y يعني بعد كده بقول له اعرض لي ال a وال b وال y على انهم ارقام decimal بحس ان انا شوف ال representation بتاعت الرقم decimal وفي نفس الوقت اشوف ال binary المكافئ اللي هكام التست cases هنا تعالى نشوف احنا عاملينها ازاي عاملين بنقول له التست cases ازاي انا تعالى نشوف احنا عاملينها ازاي بنقول له ان ال a بخمسة وال b بتلاتة وبعد كده اعمل delay 100 فلما اقول له ان ال a بخمسة وال b بتلاتة المفروض ان هو يجمع خمسة زائد تلاتة ويرجع لتمانية طيب الكلام ده binary هتعمل ازاي خمسة اللي هي عبارة عن one zero one فانا عندي هنا هو one zero one والباقي هيكمله بصفار بعد كده عايزه يجمع one one اللي هي تلاتة وهيكمل الباقي بصفار فالنتج هيكون تمانية تمانية بتتمثل بالبايناري 1 zero 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 والباقي هيكمله بصفار فدي ما فيهاش اي مشكلة بعد كده هنيجي نقول له اجمع لنا one 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 في الاي والبي بone one one ايه ده ازاي بقى اه تعالى نفتكر بقى احنا قلنا ايه قلنا لما ما بندلوش البيز فهو هيتعامل مع الone one دي على اساس ان هي مية وحداشر ديسمال فهو لما يجي يحولها يحولها المية وحداشر مش هيحولها لتلات وحايد لكن لما باجي اقول له تمانية كمه بي تلات وحايد فكده هيقرن دول بايناري تلات وحايد واللي هم سبعة وبعد كده هيكمل باقي بصفار فهو كده كأنه بيجمع مية وحداشر زائد السبعة فالنتجة هيكون مية وطمانداشر طيب لو جيت قلت له متين متين دي انا مدتلوش البيز فهيبدأ اتعامل معها لانها ديسمال طيب التمثيل الديسمال بتاع البايناري بتاع المتين اهو زائد وان زيرو وان زيرو وانا مدهم له بايناري فهو كده هيقراهم على انهم اه عشرة فكده كأني بجمع متين زائد عشرة اللي هي بتساوي متين وعشرة قولنا ان احنا ممكن نحط ما بين شوية بحيس ان احنا نعمل لهم ونقراءه تعالا بقى نعمل للكود ده وبعد كده نعمله ونشوف هل التست بنش ده فهنيجي نقول له في سيم وبعد كده اكتب انسايند اد تمانية ودوس انتر لأ انا دلوقتي بعمل سيميوليشن للتست كيس فقم كاتب اندرسكور ديوتي عشان عمل سيميوليشن للتست كيس بتاعتي مش اللي الموديولزات نفسه وبعد كده قم دايس انتر وتعالا نعمل هنا اد للويف هتلاقي طبعا هما كلهم ان انشيلايز لان لسه السيميوليشن ما بدأش تعال اقول له ران مثلا لمدة ربعمية وانتر هتلاقيه هنا عملي الكلام اللي احنا قلنا عليه في الاول خالص لو جبنا الكود ده تاني هتلاقي ان هو جمع خمسة زائد ثلاثة بتمانية اهو خمسة زائد ثلاثة بتمانية وده التمثيل بايناري زي ما احنا كاتبينه بعد كده تلات وحايد هيقرام على انهم مية واحداشر ديسيميل زائد سبعة بمية وطمنتاشر بعد كده اخر تست كيس عندي ان انا هجمع متين زائد عشرة فالناتج هيكون متين وعشرة وبالتالي كده السيميوليشن بتاعي صحيح وده شكل الويفز ممكن اشوفها بالبايناري ممكن افتح كل ويف بحيس ان انا شوف الويف فورم بتاعت كل بت فيهم الجمع اللي احنا عملنا ده كان جمع انسايند يعني ايه يعني انا باجمع ارقام مجابة مع ارقام مجابة طيب لو انا عايز اجمع ارقام سالبة مع ارقام سالبة تعال كده نعمل ايه تعال نعرف موديول تاني امتداد تعال نقول ساينداد 8 تعال ناخد نفس الكود اللي احنا كنا عاملينه قبل كده باستثناء حاجات بسيطة خالص تعال نغير اسم الموديول احنا بدل انسايند نخليه سايند وهنغير حاجات بسيطة جدا تعال نعمل ايه تعالا نخلي الانبود ده نكتب قبل ما نديله السايند حيس ان انا اقول له ان الانبود بتاعي ده سايند وممكن يكون موجب وممكن يكون سالب نفس الكلام هنا في التست بنش بس كده وبدل ما ناخد الانستانس من انسايند ايه ناخده انسايند ايه وبعد كده تعالا نعمل اه ران السيميوليشن ده بس خلي بالك ان فيه حاجات كده هتظهر اخطاء معانا وتعالا نشوف الاخطاء دي سببها ايه تعالا نعمل للموديول ده بعد كده تعالا نعمل للموديول تعالا نعمل تعالا نعمل ران لمدة 300 مسلا تعالا كده نشوف احنا كنا كاتبين ايه كنا كاتبين خمسة زائت تلاتة بتمانية يبقى الكلام ده كلام صحيح بعد كده مية واحداشر زائت سبعة بمية وتمنتاشر يبقى ده كلام صحيح برضه لكن هنا انا اديته متين الميتين دي هو اراها على انها سالب ستة وخمسين مش متين طب ليه هو اراها كده لان الرقم بتاعي سايند انت عارف ان الرقم بتاعي سواء سايند او انسايند بيبقى ليه رنج معين لو هو تمانية بت انسايند فالارقام اللي اقدر امثلها بتكون من زيرو لحد ميتين خمسة وخمسين ولكن مع السايند الرنج ده بيتغير ميتين انا ما ينفعش امثلها في سايند تمانية بت لان لو جيت بص كده ميتين هتلاقي اخر بت واحد فهيقراها الرقم ده لما يجي اقراها بتوز كامبليمنت فطالما اخر بت واحد فمعنى كده ان الرقم ده سالب فهيقراها سالب ستة وخمسين وبالتالي هيجمع سالب ستة وخمسين زائد عشر فلازم اخلي بالي من الرنج عشان ما يحصلش عندي اوفر فلو مثال تاني ممكن نقضو على موضوع الارقام ده بحيث ان احنا نكون فاهمينه بشكل كويس الونز كامبليمنت الونز كامبليمنت لو جينا نفتكر الدايرة بتاعتها كيت عاملة ازاي لو انا عندي تمانية بت وانز كامبليمنت فهي دايرة بسيطة جدا ان انا عندي تمانية انفيرترز بدخل الرقم وهو بيعكسه لو زيروا واحد لو واحد يبقى زيروا فالكلام ده ممكن اعمله كود ازاي ممكن اعرف اقول ان الانبوت بتاعه اسمه اي والاوتبوت اسمه واي فاعرف الانبوت والاوتبوت على اساس ان هما فيكترز تمانية بت وعمل اساينمنت الواي ان هي نط اي فهو هيكس التمانية بت دول ممكن برضو اعمل التست بنش بتاعه هيكون سهل جدا ان انا هدي للايه فاليوز وبعد كده لو جيت اران السيميوليشن للكلام ده هلاقي ان هو بيعكسه الزيروا من والوان زيروا ممكن تجرب الكلام ده مع نفسك وتشوف الاوتبوت هيطلع شكله ازاي لو تفتكر هنا كنا بنقول ال موديلس بي في تبع بايناري لو قلتلو موديلس دي بي تبع ديسيمل فتعالى نشوف كده بتاع النمبرس بيكون شكلة عاملة ازاي لو انت تعرف سي فانت اكيد عارف ازاي بتكتب الفرمات لو قلتلو موديلس بي فده معنا يا بايناري موديلس ô تغتل موديلس دي ديسيمل والموديلس h hexadecimal لو انا عايز اكتب ask string فبتبقى backslash s اللي هو اختصار string اللي هو tab فبدوس backslash t لو انا عايز انزل line جديد بعمل backslash n لو انا عايز اطبع الbackslash فانا بحط قبله backslash بحيث ان ده يبقى escape character لو انا عايز اطبع على متين التنصيص بحط قبلها backslash escape character لها وهكذا ففي function display لو انا امتعامل display وبعد كده modelos b modelos b وبعد كده بعتله value الاولى والvalue التانية فهو يبدأ يعرضهم على انهم binary حاجة مكافأة لها ان انا ممكن احط الفورمات بعد كده الرقم بعد كده الفورمات بعد كده الرقم التاني طيب لو انا جيت عملت حاجة زي كده قلتله modelos b ففورمات لحاجة واحدة وبعد كده امتمديله اتنين اطبعهم فده طبعا مش هينفع وحاجة تانية برضه لو انا بعتله few values يعني انا اديته format لتلاتة values وجيت بعد كده اديته اتنين فهو هيديني error في الحالة دي